اشتركوا في القناة الاحواز كانت امارة عربية تآمروا الانجليز مع جد الشاه اللي اعزلها الخميني للاستيلاء على الاحواز واستطاعوا في القضاء على الامارات الاحواز هم كلهم عرب ومن قبائل ودائما الناس يقول له الاحواز هو مو الاحواز هو الاحواز الاحواز هي الارض المملوكة اللي لها حدود معلومة جاية من الحيازة فارض مملوكة لها حدود معلومة فسموها الاحواز مساحة امارة الاحواز قبل لا يتآمرون الانجليز عليهم في 20 ابريل 1920 واخر امير لهم كان كان الشيخ خزعل خزعل بن مرداو من بني كعب عزموه الانجليز على يخت في تاريخ في 20 4 1925 وجاء هو ومرافغيه قضبوه الانجليز وسلموه للشاه هو اعدم في طهران ولها ولاد والشيخ خزعل اخر امارة الاحواز امارة المحمرة له علاقات كثيرة وله صور عديدة مع ابن سعود الملك عبدالعزيز الله يرحمه ومع الشيخ مبارك كان صديق لهم ويتواصل ودخل من ضمن الاتفاقيات الحدودية اشاهد ان امارة الاحواز تخيلوا كم مساحتها 348 ألف كيلو متر مربع يعني توازي مساحة الاردن وسوريا وفلسطين عدد السكان الان حسب الاحصايات من 10 الى 12 مليون السلطات الايرانية تحاول تقلل من الاعداد هذه وكلهم عرب قبائلهم اللي موجودة من المنصور والعبادلة والعلي والمرازيق وبني كعب وعرب الهولة يعني كلها على الساحل الشرقي للخليج العربي وكلها قبائل عربية وبريطانيا طمعت ليش طمعت بريطانيا وسلمت الشاه بعد ما سووا انقلابه بالشاه جد الشاه واستلم الحكم الاحواز هذه فيها 87% من النفط الايراني فيها 50% من الاحتياط المائي لايران فيها خمسة نهار فيها 90% من الغاز الايراني شوفوا هالأرضها لان الهضبة فارس ما فيها شي هضبة فارس باردة تحيط فيها الجبال وقد تكون عندهم زراعة وحتى الاحواز ايضا لقربها من المياه ايضا 50% من انتاج القمح في ايران يطلع من الاحواز لما استلموها الايرانيين اطمسوا اللغة العربية ممنوع تعلم اللغة العربية فرضوا تعليم اللغة الفارسية غيروا الشوارع فرضوا حكم عسكري بحيث ان اللي عارض يعدم على طول اقاموا مستوطنات فارسية وغيروا التركيبة الديمقرافية ودوا ناس وجابوا ناس طبعا خلال الاحتلال بدأت ثورات لهم فخلال هذه الفترة من 1920 ثاروا الاحوازيين اخواننا العرب خمسة عشر انتفاضة خمسة عشر ثورة اكبرها كان في 2005 بالتالي يعني والمشكلة ان للدولة الايرانية حتى الثورة الايرانية اللي صارت ظلمتهم بالرغم ان العديد منهم على المذهب الشيعي شيعا لكن يتعاملهم معاهم بعرقية وليس بمذهب يعتقدون الفرس انهم ارقى من العرب هذولا وفي عرب سنة يعني موجودين كمان يترفعون عنهم الفرس لذلك يعني على الاقل خلال فترة التاريخ اللي نسيناهم لا يجب ان ننساهم في هذه الفترة ولا يجب ان نتذكر ان اسمها الاحواز من الحيازة لاحد يقول الاحواز الاحواز الايرانيين وغيروا اساميهم وحطوا مثلا خوزستان سموها خوزستان لانها ارض القلاع البيوت العرب اللي بنوا مثل البيوت اللي داخل عندنا بالجزيرة مرتفعة مثل البيوت اليمن فسموها ارض القلاع وفيها قبائل كثيرة يعني فيها ترى من المطير من العبيات وفيها من العجمان وفيها من الضفير فيعني انا تفاجأت بالاتصالات اللي يكلموني وقررت صراحة اني نقدم على اقل نبذى عن هذه الامارة العربية اللي احتلتها ايران بمساعدة بريطانيا تداء من عشرين بريل الف وتسعمية وخمسة وعشرين واعدمت اميرها الاخر امراءها في عشرين اربعة او خمسة وعشرين اربعة الف وتسعمية وخمسة وعشرين شاهد ان علاقة الان لهم تجمعات وخلونا نشجع ثقافتنا العربية في الخليج العربي في الضفة الاخرى في الضفة الشرقية للخليج هم حاطين مضيق عمر بن الخطاب مسمينه مضيق هرمز هرمز غايد فارسي اكسر عمر بن الخطاب وانهزم لكن مصرين وازعلوا لما قلنا مضيق هرمز هذا يريد ان يقير الشواهد التاريخية لا والله مضيق عمر بن الخطاب افضل من هرمز هرمز غايد فارسي واكسروه المسلمين وانشروا الدين الاسلامي ومثصرين انهم يسلمون اسمه او يسمون اسمه على هذا المضيق لا مضيق عمر بن الخطاب شاء من شاء وابا من ابا تاريخكم خلوه لكم حنا عمر احد الخلفاء الراشدين العظماء رجالات الاسلام ومدفون يم الرسول وهو من كسر الامبراطورية الفارسية وبالتالي مضيق عمر بن الخطاب افضل من مضيق هرمز نرجع ان علينا ان ندعم الاخوة في الاحواز عندهم محطات اذاعة عندهم تجمعات عندهم جمعيات خلونا نشجع اللغة العربية خلونا ندعمهم خلونا نقدم لهم على الاقل واجب الاخوة في الدعم والمساندة مساعدتهم في نشر ثقافتهم العربية مساعدتهم في صمودهم يعني اعطيكم امثلة لما يجي فريق سعودي ولا فريق كويت يزور يطلعون هالاحواز دشاديش وشمق لاشافهم الامن الايراني انجن وبدأ يضربهم ارفعوا شعارات ضد التدخل الايراني في حلب هما في ايران عملية خطرة لكن جازفوا وارفعوا اقصدوا قصايد بامراء الخليج وبعاصفة الحزم وبالملك سلمان وانسجنوا الرياجين بالتالي انا اعتقد من واجبنا ان احنا على الاقل نتعاون معاهم نقدم لهم الدعم لنشر ثقافتهم للحفاظ على ثقافتهم العربية للحفاظ على اصولهم لنعمل معاهم ايام ثقافية نقدم لهم الدعم الاعلامي الدعم المادي لاستمرار نشر قضيتهم نجعلهم يسوقون لقضيتهم في حق تغرير المصير مثل ما الان مريم رجوي والاخوة من المعارضة الايرانية خلينا نسوق لاخواننا للعرب ونوقف معاهم وندعمهم كما وقفوا معنا والتاريخ يذكر والى حلقة اخرى مشاهد على الحدث في لقاء اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة